اشتركوا في القناة لكن لما فكرت كده لقيت ان الكلام اللي انا قلته ينفع للرجال والستات فياريت تشوفوا الفيديوهات الاولانية انا هحط لينكات في الديسكريبشن بوكس تحت بالفيديوهات دي عشان كلنا نستفيد النهاردة بقى الخطوة الجديدة اللي حضفها لخطوات ازاي املى بيتي سعادة هي الدحك والمرحة اول حاجة ادعالوا اقولكم على وجهة نظري في موضوع الدحك ده احنا مش بندحك علشان احنا سعادة السعادة احيانا بيسببها الدحك بمعنى ايه في ناس بتضحك لما تبقى محرجة لما تدخل يعني تتحط في موقف وتبقى محرجة قوي فتلاقيها بتضحك هل ده معنى ان هما سعادة اتليست على الاقل مش في اللحظة دي في اللحظة دي هما حاسين بالإحراج فبيضحكوا كنوع من يعني يخففوا الموقف شوي في ناس بتضحك لانها زعلانة قوي 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 وحزينة قوي 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 من جواها فبتحط الدحك ده كأنه يعني عارفين كأنه درع كده شيلد حواليهم علشان الناس ما تكتشفش الحزن الشديد قوي اللي جوه قلبهم الدحك اللي انا بتكلم عنه ده النهاردة مش من الانواع دي الدحك ده اللي هو جاي من ان احنا نقضي لحظات حلوة مع بعض عشان كده انا حطيت الدحك والمرح الاتنين مع بعض ان احنا نلعب مع بعض ان احنا نهزر مع بعض ان احنا شفتوا نضحك مع بعض مش نضحك على بعض لان في بعض الاحيان في بيوت تلاقي الزوج بيتريق على الزوجة تلاقي الزوجة بتسخر من الزوج تلاقي الاب والام بيتكلموا على اولادهم والمواقف اللطيفة اللي هم عملوها بس من وجهة نظر الاب والام انها مواقف لطيفة لكن هي محرجة للابناء فبالتالي احنا كأننا بنتحك بنسخر من ابنائنا اللي انا بتكلم عنه هو ان احنا نضحك مع بعض نهزر مع بعض في تمرين انا بسميه تخيل نفسك عبيد في يعني في ابحث اتعاملت ان انت لما تجبر نفسك على ان انت تضحك المود بتاعك كله بيتغير لان مخينا احيانا بينخدع بامور معينة ويبقى مش قادر يفرق ما بين الحقيقة والخيال الكونشوز والسبكونشوز اللي هو المخينا الواعي واللاواعي عندنا نوعين فاحيانا كده اللاواعي بينخدع عشان كده يقولك ايه اما تيجي تدخل في انترفيو او في ميتنج مهمة قوي افرد نفسك كده ويقول كلام معين عشان تحفز نفسك عشان مخك اللاواعي ينخدع ويفتكر ان انت واثق من نفسك وان انت قوي وان انت جريء وبتمفع على فكرة صدقوني الحاجات دي فهو نفس نفس المبدأ هو ان احنا ندحك عشان انشيات السعادة ندحك عشان نخلق هذه السعادة طيب ندحك ازاي نملى حياتنا مرح ازاي الدنيا مليانة هموم ومشاكل وزحمة ومصاريف وناس اخلاق هدايقة وي 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 طب يعني في وسط ده كله ندحك ازاي اكررها تاني كلام قلته كتير جدا اي حاجة في الدنيا عايزين نغيرها او عايزين نبتديها بتبدأ بقرار ان احنا ناخد قرار انا ادنهار ده هبقى حياتي مليانة مرح اه الموضوع الكلام يمكن يبان في شكله الخارجي انه سخيف ايه هبالليا بتقوله ده انا ااخد قرار اصحى من النوم اقول والله النهار ده انا هكون سعيد وهتحك وطبعا فيه افلام كوميدي لأ هو ان احنا من جوانا نفكر انا النهار ده ممكن اعمل ايه عشان اطفي ابتسامة على نفسي وعلى زوجي او على زوجتي وعلى اولادي او على الناس اللي انا قاعد معاهم على بابايا وعلى مامتي اه اه في الشغل ايه اللي ممكن اعمله عشان يبقى فيه لحظة كده فيها زقططة وصدقوني التولز كتير اوي الادوات كتير اوي ان احنا نتفرج على حاجة مضحكة مسرحيات احنا عندنا في البيت عندي لما نبقى زهقانين وقاعدين ومش عارفين نتفرج على ايه نجي مسرحيات المتزوجون ونود نتفرج عليها تفرجنا عليها خمسمية مرة احنا مع الولاد ومع ذلك كل مرة يعني وصلنا لمرحلة ان احنا بنسمعها من كتر ما احنا حفظينها ولكن خلناها كده كأنها اشارة او علامة ان يلا هنقضي شوية وقت لطيف مع بعض ونتحك مدام احنا مش قادرين نقول نكتة خلينا نسمع نكتة نسمعها سوا ونتحك عليها سوا او ان احنا نعمل لعبة صغيرة يعني لما الولاد بيبقوا صغيرين اللي عندهم اولاد صغيرين سهل جدا 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 ان احنا نملى البيت سعادة الشقاوة اللي احنا شايفينها حوالينا بتاعت الولاد اللي بيتنطط واللي بيعمل ومش عارف ايه ده ده نوع من المرح الحالة هتتقلب 180 درجة لو سكتنا وبدل ما نقوله يا ولد انت بطل شقاوة نروح نلعب معاه ولو دقيقتين سيبي الاكل اطفي على الاكل دقيقتين مش هيحصل حاجة مش مشكلة وروحي العبي معاه دقيقتين خمس دقايق مش هيحصل مشكلة بس هتلاقي نفسك زقططي شوية والدتي بتعمل حاجة لطيفة خالص بتجمع جرنان الاخبار بتاع يوم السبت تقريبا بيبقى فيه صفحة فيها طرائف فيها حاجات اغلبة على فكرة واخدينها من الفيسبوك وهي قاعدة عمالة بتقرالي كلام ده عد علي قبل كده فلقيت ان هم واخدينها من الفيسبوك فطبعا يعني كلنا هو قاعدين طول النهار نفر على الفيسبوك بدل ما نقعد نركز على المقاسي والمشاكل والبلوي السودة نشوف كده حكاية لطيفة طرفة نكتة خبر لطيف ولما نبقى قاعدين مع بعض بدل ما كلامنا يبقى كله كالكعة والاسعار اللي زادت والمشاكل والحاجات دي اه هنتكلم فيها برضو بس في وسط الكلام ده هو نقول كده نكتة لطيفة والدتي تبقى عادة هي وبابا هو معاه الجورنان بتاعه وهي جنب منه معاه التليفون بتاعها او معاه صفحة الاخبار دي اللي هي دايما بتجمعها وتقوله ايه استنى استنى يا حسين انا هقرى لك كذا 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 ويقعدوا يقروا ويتكلموا في ثواني بيتغير المود وبيختلف المود والناس تبقى قاعدة مع بعض ليه بنقول الستة المصرية نكا دي والرجل المصري نكا دي ومش عارف ايه عشان ما بنغتنمش اللحظات دي ان احنا نقعد نمرح مع بعض الحاجة التانية كمان شوفوا انتو بتتفرجوا على ايه مش لازم نقعد نتفرج على تلاتة اربعة توق شوز كل ليلة نفس الضيوف نفس الوشوش نفس المواضيع نفس الكلام ونقفل التوق شو من هنا هو ونلاقينا بقينا متضايقين ولقينا نفسنا فجأة شايلين الهموم كلها على دماغنا والكلام ده طب ليه الدنيا مش نقصة غم والتمثليات التمثليات اللي مليانة احزان ومقاسي على فكرة دي بتعمل ادمان لان لما بنغوص في مشاكل خارجية بنفتكر ان احنا بننسى مشاكلنا لكن اللي بيحصل ان احنا بنقصل احساس الحزن بنزوده بنقويه جوانا تسفرجوا على حاجة لطيفة خفيفة اعملوا كده عشان كده بقولوكم ليه الموضوع بياخد قرار لان فيه خطوات لازم تتخذ لو انا مخدتش هذا القرار مش مش هروح ادور على مقطع من مصرحية او على فيلم فيديو لقطط بتلعب او فيلم فيديو لاطفال مزقططين لما اخد القرار لانهاردة ايه اللي ممكن اعمله عشان احط كده دقيقتين ثلاثة مرح في اليوم ف السعادة زي ما قلتلكم الاول السعادة قرار والضحك قرار والمرح قرار وان احنا نتكلم على مشاكلنا بصيغة معينة وبشكل معين قرار وان احنا ننظم بيوتنا قرار كل حاجة بتبتدي قرار خدوا قرار النهاردة دعوة لنا كلنا ان احنا ناخد النهاردة مع بعض قرار ان ولو حتى الخمس دقايق في اليوم هنسى المشاكل هنسى المطبخ هنسى الموعين هنسى مديري الغلس هنسى العميل اللي مطلع عيني وماصص الحياة من عروقي هنسى كل ده وهقعد مع ولادي او مع زوجي او لو انت لست قاعد مع باباك ومامتك النهاردة هقعد اهزر شوية مع بابا وماما يمكن الموضوع ما يمشيش زي ما انا مرتب او زي ما انا مرتبة جوزي يبقى رجع ما اريف وارجوكي دلوقتي انا مش طاق انا مش قادر مش مشكلة مش مشكلة بكرة حاول تاني وبعده احاول تاني والخمس دقائق حيبقى عشر دقائق والعشر دقائق حيبقى نص ساعة وهكذا بس نضحك نطلع من من جو الكآبة اللي احنا بنعمله ده اه وزدقوني فيه فيه كتير وفيه حاجات كتيرة ابسط حاجة ابسط حاجة يعني طول النهار قاعدين عليها ومدمنينها مليانة نكت ومليانة حاجات ومليانة مقاطع لطيفة يعني حتة مقاطع من مسرحيات من تمثليات من حاجات قديمة من حاجات جديدة بس نملة حياتنا شوية مرح دي مسئوليتك كأم كزوجة كست بيت كربة أسرة ودي مسئوليتك كأب كزوج كموظف إن إحنا نملة حياتنا مرح ده مش هيشيل المشاكل ده مش هيحل المشاكل ولكن حيقوي نفسيتنا وهيقوي عزمتنا إن إحنا نلاقي حدول لمشاكلنا دي وإن إحنا يبقى عندنا القوة والطاقة لمواجهة الحياة أشوفكم الحلقة الجاي ترجمة نانسي قنقر